سباح الخير حلقة اليوم ستكون ضمن سلسيات حلويات احسن المخابز الفرنسية ستعرفوا ان شاء الله ستكون حلقة كل اخر شهر حلوة لشيف كبير فرنسي او مثلا من مخبزة فرنسية بحل بيغ اغمي او سيغي لينياك المهم ستكون مفاجآت لزوينا بزيف فبديت اليوم ببلاتو راقي مخبزة مغربية ولكن صراحة مواصفات العالمية جودة المكونات مني كتحلوا البلاتو كتشموا الريحة ديال الشوكولات اللي جودة عالية ريحة اللوز الزبدة اللي سبيسيال مشي غير زبدة المارغارين فبلاتو اللي زوين مساف الوصفات مش مأخوذة من عندهم ولكن هي كلها كلاسيك من المطبخ الفرنسي فلي كتشوفو مغتوصة في شوكولات ولي كتشوفو على شكل بول فهدك هو البيسكويت ايبانج كي يجي غزايته وكي يجي خفيف انه اللي فيها الشوكولات من الفوق ايما شوكولات سوداء ايما بالحليم فهدك ديوشيس انه كذلك البيسكويت كارامل اللي فيه اللوز مع السل داخل وكي الفلورنطان حتى هو المهم بعد المرات كي يكون حتى الفلانسي في هد البلاتو هادو باش كتكمل المجموعة الفلانسية فلانسي غنشوفو ان شاء الله بحلقات اخرى واذا عجبكم اكيد الفيديو وعجبكم المبدأ فكتبولي في تعاليق رأيكم وغنشوفو ان شاء الله شوفو مثلا بلاتو اخر حتى هو بخيستيج ونشوفو حتى المغربي المهم كتبولي في تعاليق طلباتكم بالنسبة الناس اللي غدت سوني على ثمن هاد البلاتو هذا صغير فيه نصف كيلو وتمانو مئة واربعون درهم فالكبير غيكون تقريبا ضعف او اقل شي شوية من ضعف عم بدأ اول حاجة وصفة الفلورنطان محتاجين فيها 60 جرام من السبدة الحيوانية 60 جرام من السكر حبيبات 50 جرام من العسل 60 جرام من الكريمة السائلة 80 جرام من رقائق اللوز او اللوز ايفيلي 30 جرام من قشور الليمون او قشور البرتقال اللي كتكون معسلة كتبع جاهزة 6 حبات من الكراز اللي كيكون معسل او تقدرو تشريو اللي فخيكم فيه لي كيكونوا في الالوان شوية من فانيليا السائلة او الفانيليا العادية ستعملوا منها كيس واكيد قبصة من الملح كريمة السائلة تكون جودتها عالية جدا وإلا تحبب و تكتل لكم فستعملوا كريمة جودتها عالية نكتب لكم بعض الماركات في صندوق الوصف ضفت سكر حبيبات و نضيف العسل العسل يكون خفيف في المذاق عسل أزهار أو عسل برتقال ومن بعد فضفت الزبدة ممكن تدوبها أو تخليها تدوب مع باقي المكونات الملح يعطيها قزوين كثيرا فضيفوا قبزها من الملح و شوية من الفانيليا الكمية حسب الفانيليا و قوة الفانيليا اللي مستعملينها من بعد فنخلط المكونات كلهم مع بعضياتهم ونقلهم النار تكون هادئة نحرك تقريبا ثلاثة دقائق أو أربعة دقائق حتى تشوفوا أن الخلاة يتوصل هكذا للغليان ومن بعد فاللون اللي كتشوفوه ماشي كغاميل ما نخليه شي بالدل اللون دياله هادئة كغير اللون ديال العسل ومن بعد فنضيف رقائق اللوز نضيف كذلك قشر البرتقال المعسل اللي يعطي مضاقلي زوين بزاف حاولوا تختاروا قشر البرتقال اللي يكون الرطب ومن بعد فضفت هنا يا الكراز تتحبت قريبا المهم البرتقال المعسل والكراز فقطعتهم مربعات صغيرة جدا سوف نخلط حتى يتشرب غير شي شوية هذا الخليط ما نخليه حتى يتعسل باش ما يعطينيش الويسكوي كون عندي قاسح سافيه هنا بالنسبة لي كانت نمودة كافية سوف نأخذ هاد الكيميه هادئ غنحطها فسح نخليها تبرت شوية ونخلط المكونات هكذا يتخلط مع بعضياتهم وما يتجينيش وحده فيها غال كراميل وحده هالي فيها اللوز الفورن سخنتو على 150 درجة من الفوق ومن التحت اذا توفرت المروحة ممكن تستعملوها حتى هي ومن بعد فاق نملك القوالب فقط ثلاثين ما تملؤوش على الاخير لان من بعد فاق الخليط غايب ديغلي في الفورن اذا كنتو معمرين حتى الفوق فغايب يفيد لكم الخليط كله فملؤوا فقط ثلاثين الاخيرة ما تشوفواش انا رخطأت من بعد راك نشوف وكان زول لي القيتها عامرة بزيف كان قسمنا شي شوية فقط ثلاثين نخليوا تقريبا نصف سنتيمتر فارغ وبنسبة للقطر فاق كان فيه اربعة سنتيمتر هندخلهم الفورن وغنخليهم مدة تقريبا عشرة دقائق لا اكتر شوفوا اللون كي اخدوا لون فاتح مع السل باش كيبقوا معلكين من الداخل اذا خليتوهم مدة طويلة فكيبسو كيرشعب حال الحجر فاخليهم فقط مدة عشرة دقائق اكيد ما كانقربوش منهم حتى يبردو تماما من بعد فاق كيف ما شفتوه كانزولوهم بكل سهولة غادي نضيف القالب ديالي جيدا اكيد منستعملوش الحلفة غيب الماء الدافئ ومن بعد فاق كان عمر بحالا كده استعملت شوكواتة سوداء لجودتها عالية اكيد خمسة وخمسون في المئة على الاقل وكان بقى نوزع بحالا كده الشوكولة ومن بعد فاق غادي نخبط شوية القالب هكذا توزع وغادي نحط البيسكويت وسط منها شوكولة هنا استعملت منها مئة وخمسون قرام كتضبوها في حمام بخار او اختياري بالنسبة الناس اللي بغايت انا كنتم بغي دائما شوكولة باش كتعطيكم اول حاجة كتعطي لامعة شوكولة كتكون لامعة ثاني حاجة فكتعطي واحد شوكولة اللي كيكون كيتهرس ماشي شوكولة لمعجن كيحافظ على الجودة ديالو مدة طويلة ومن بعد فاق ما كيتضبو باش بالنسبة التامبيراج ما بغيش ندخل معاكم في هذه الحلقة في اشياء او تعقيدات كتيرة فاغنخلي لكم رابط اللي بغي تعلم التامبيراج في صندوق الوصف ستشوفوا الفيديو وغتتعلموا كيفاش تامبيري والشوكولة اكيد اختياري ممكن تدو بالشوكولة غير عادي خليت هادا لمول هادو بردو في تلاجة جيدا ومن بعد فاكت تزولوهم بحلقة ما تحطوهم مش في مجمد اخطيت لكم تشوفو كيجيوا معلقين بحلقة دا انا ما كان بغيو مش يكونوا رقاق بزف وكيجيوا تفل ماداق زويني تاني وصفة غتكون عندنا هي بيسكويت بالزبدة وبالكرامل من الداخل كيجيزوي مزدف حتى هي كلاسيك وقديمة فطريقة اللي مستعملين هما مستعملين البوق كيستعملوا هاد البوق هذا بخوفيسيوني شي شوية طريقة شوية تكنيك ما كتصدخش مع الناس كاملين دائما البوق ما كيكونش مساوي من جناب فكيف ما كتشوفو حتى هما ما كتجيهمش نتيجة نت ففضلت اني نعطيكم طريقة مبسطة ولكن الناس اللي كتستعمل هاد القوالب هادو اللي فيهم الرشمة فخاص العجين يكون غليض باش تخرج لكم الرشمة والمبدأ في هاد البسكويت هادا انه يكون رقيق فاستعملت فقط قطعها عادية ومن بعد عنه نوريكم كيفاش غنزوقها في المقادير فعندي هنا 80 جرام من زبدة اللي تكون لينة جودتها عالية الناس اللي كتسوني كنستعملها اما بدوية اما نيوزيلاند ضفت كيس من الفانيليا سوكة الفانيليا قبصة من الملح غنزيد كذلك سفار بيضة ومن بعد فا غادي نضيف سكر البودرة اكيد يكون منخول من قبل قبل مباشرة لان اذا نخلطوه خليته فاكيد تحبب فا حاولوا انكم تغربلوه اما فقم المكونات اما تغربلوه وتحطوه مباشرة وغادي نزيد ملعقة كبيرة من دقيق الابيض دقيق خاص بالحلويات وغنخلط الخليط كله حتى يعطيكم مزيج ليكون كريمي ويكون مجانس مع بضياته سافين من بعد ما كنخلط بحال هاكدا كتشوفوا ان المكونات كلها نساجمت كنضيف ما تبقى من الدقيق وهنا ضروري نخلطوه فقط برؤوس الاصابع من الجنوش نهائيين هاكدا متعطيكم شعاجين لمطاطي وما يتقلش لكم في الفرن فغيك نخلط برؤوس الاصابع وغنكمل بحال هاكدا غير بيديها نشكل على شكل البول المقادير اللي كتشوفوا في الحلقة هادي مقادير اللي خليلة لان نحضرنا بها بلاتوت قريبا ونصف فممسحكمش انكم تحضروا مثلا هاد الانواع كلهم حضروا فقط كل مرة نوعين وضعفوا المقادير اذا حضرتوا مثلا هاد النوع ونوع اخر فقط ضعفوا المقادير في هاد النوع النوع الاخر باش يعطيكم بلاتو واحد من بعد فالعجين بصدتوا جيدا فوق من بلاستيك غدائي مندخلوش نهائيا تلاجة على شكل البول وغنخليه ثلاثة ساعات على الاقل الحشو اللي كيكون عندي في الوسط فاحتاجت هنا 60 قرام من العسل ضفت 60 قرام من سكر حبيبات و60 قرام من زبدة الحيوانية دائما قبصة من الملح ومن بعد فاق غدي نخلط المكونات حتى تغلي ما غديش نخلي المكونات تغلي بزاف او انها تاخد اي لون هادك غي لون العسل مجرد ما يدوب السكر ودوب الزبدة سافي هنا غدي نضيف اللوس ضفت رخائق اللوس وضفت كذلك شوية من الفانيليا سافي هنا يغلي فقط دقيقة واحدة ومن بعد فاق يكون جاهز كنخليه يبرد العجينة عندي احده هو بارد فاغتي ناخد غير شوية من دقيق استعملت ورق الخبز من التحت دائما لانه اذا ما استعملناش فاغتلصق لكم العجينة وغتعدبكم وكنتلق ضروري هاد البيسكودي هادا يكون رقيق حاولوا انكم ترقوا بحلاكة ضغطوا على الوسط الوسط دائما كيبقى غليد فحاولوا انكم تضغطوا كذلك على الوسط انا اضفت شوية من دقيق غدي نزيد هادا السيليكون هادي اللي كنستعملو في السابلي كيكونوا فيها تقيمة صغار وكن نستعمل بحلاك دا اللي ندلك كنحاول نبسط بها كتعطي منظر لي زوين وحتف تسوياء كيجي زوينة بزف فاذا ما توفرش هادا غير اختياري كيتباعوا بحلاك دا سيليكون اللي فيهم زوقات مختلفين انا كتعجبني هادي كيجي سامل من بعد فاغنقطع بقطعها بحلاك دا دوائر ومن بعد غدي نقطع وسط هاد دوائر دوائر اخرى اصغر منها الخطر اللي استعملت في القطعة اللي كان قطع بها دابا فكان فيها اربعة سنتيمتر ونصف والقطعة اللي قطعت من الوسط فكان فيها ثلاثة سنتيمتر استعملت فقط البوق هذا اللي كان عندي كان الخطر دياله مناسب فاستعملته وقطعت به من الوسط غادي نزول هنا يا الفائد من العجين وغندخل سابلي اي طيب في هاد الورقة هادي منحركوش نهائيا اذا مثلا عندكم بلاك كبيرة ومحتاجين انكم تحركوه فقد دخلوه المجمد قبل ما تقبو الوسط ومن بعد فقد نقلوهم جمدين وكتقطعو الوسط فوق من الصينياء اللي غددخلوهم لها صافيه هنا يا غادي نزيل الكراميل من الاحسن انكم زيدو غير هاد الكيمياء البسيطة اذا كترتو كيف يفيد لكم فكيف ما كتشوفوه كنزيد غير شي شوية ما تحاولوش تملقوه وإلا غادي يفيد من الفوق وغادي يفيد من التحت وما يعطيكم شكل يزوين فهاد الكيمياء هذه تعتبر كافية الفورن عندي هنا مسخن على مئة وخمسون درجة من الفوق ومن التحت ما نستعملوش نهائي المروحة فقط الفوق والتحت غادي ندخلهم بالنسبة المدة ما نقدرش نعطيكم لانه حسب السمك اللي قطعتو عليه وشرقيقة ولا غلطتو فما نقدرش نعطيكم المودة بالضبط المهم انها تأخذ بحالها كذا لون ذهبي اللي يكون فاتح ما تخليوهاش تغماق بزيف وصافيه كتكون جاهزة كتجيبنية بزيف وبالنسبة القوام فكيجي مقرمش كيف ما كتشوفو بحالها كذا وما كيجيش هادك البيسكويت قاسح لوصفة زوينة بزيف فاغير تبع معي جميع الاسرار الشكل الثالث غيكون هو البيسكويت ايبونج اومني كنلقيوهم بالشوكولا مع بعضياتهم فكنسميوهم اللي باتهم مغيشو بيسكويت اللي ساهل بزيف فمحتاجين 90 جرام من بودرة اللوز 90 جرام من بيض 60 جرام من سكر حبيبات 30 جرام من سكر ناعم سكر جلاس 25 جرام من الدقيق الابيض قبصة من الملح وقطرتين من روح اللوز بيض البيض يكون عندي في درجة حرارة الغرفة غدي نضيف له قبصة من الملح ومن بعد فاغنطرب المكونات حتى تشوفو ان بيض البيض تماسك وانه تطلع بحال هكذا ما نزيدوش سكر في الاول لانه غدي نزل لكم الخليط وغيعد بكم ما غيبغيش يطلع دغية خصوصا الناس اللي عندهم غير مضرب كهربائي ماشي الروبو من بعد فاق نضيف سكر على ثلاث دفعات وكان بقى نخفق ان الدفع على اولا والتانية ما تصوروش من بعد فاقضفت هنا يا قطرتين من روح اللوز استعملت اروم دو فرنس كنستعملها غير فروح اللوز انك هات الاخرى ما كتعجميش بزيف ولكن فروح اللوز زوينا وكان بقاك نطرب حالك ده حتى تشوفو ان القوام تقيل بزاف عندكم صعوبة فانكم تطربوا ماشي غير فقط ارتافع اننا بحالك نسيش شيء هادك البيض من بعد فاقضفت هنا يا بودرة اللوز تكون نوعية جيدة اضفت كذلك الدقيق الخاص بالحلويات وسكر ناعم وغنخلط من التحت الفوق سراحة من الاحسن اننا نخلطوا بودرة اللوز مع الدقيق مع السكر الناعم نغرب لهم مع بعضيتهم ومن بعد فنزيدوا على ثلاث دفعات او اربعة غرب شوية بشوية ما تديروش بحالي انا بسكل شي فتخطرها واحدة كان ممكن انا الخليطي نزل فاعدبني شي شوية من بعد فاختاروا بودرة اللوز اللي تكون جيدة ممكن تطلبوهم البائع اذا كان عندو بودرة اللوز الخاصة بالمكارون كتكون احسن واكيد اذا ما توفرتش فكتستعملوا بودرة اللوز العادية من بعد فالقمع المستعمل هنا ففي اثنى عشرة ميلي متر تقدروا تمشيه حتى الثلاثة عشر من الاحسن ما يكونش اكتر هكذا ما يشيكمش غلط بزيف ومن بعد فا انا اخذت ورقة من اوراق الخبز تكون نوعية تجيدة جدا لان هذا اللوز يحساس وممكن ينصق لكم بكل سهولة فاختاروا ورق اللي يكون احتيرها فيه اللي تشترهم عند الناس اللي تتبيع الاشياء الخاصة بالحلويات ارسمت فيه بحل عكذا اللي بوند اللي فيهم 6 سنتيمتر تقريبا عكذا يجيكم كلهم قد قد ومن تلسقوهم يعطو من ادرزوين في البلاتو ما يجيش واحدة طويلة واحدة قسيرة نحاول هنا فقط انا نليسي هذيك المكان اللي قطعت منه من بعد فانقلتها الصينية لان انا من بعد ما رسمت هذوك الخطوط ارسمتهم بقالم الرصاص فقلبت الورقة اضحتتها في صينية في اللون الاسود فما غيبقوش يبانو لي هذوك الخطوط من بعد صافي كنزين بحل عكذا بلوسكون كاسي كنزين مزيين من بعد فانقلتكم كيفاش غنزول الفائد كناخدو غيص صينية كنهزوها بحل عكذا هذتي وصافي من بعد كتكون جاهزة بدون مبالغة اكيد لان البيسكويت دخلنا فيه كمية كبيرة من الهواء فاغر عكذا هزة من اليمين وهزة من الياسر كتكون كافية تخنت الفن على 150 درجة من الفوق ومن التحت استعملوا المروحة اذا بغيتو ومن بعد فاق نخليه مدة 10 الى 12 دقيقة كنوريكم هنا ان اذا كانت عندكم ورقة من السيليكون تقدروا تستعملوها من التحت كتحميل تحت وكيبقى البيسكويت ارتبحته من التحت من بعد هنا يدوب شوكولات وحطيت بحلق ده غير فيلي هكذا من المصد غدي نلصق به ومن بعد فاق شوكولات غدي نغطس فيها غير نسب نسب كل باطن غدي نغطسه بحلق ده في الشوكولات سوف نعطيه قربشاء اللي جيدة بصفة المدق فاق نضيفه تحاولو تزول الفائد ونضيفه فوق ورقة الخبز سوف نضيفه ثلاثة الحبات تقريبا اربعة فنغير اليوم المكان فلا يكونون شوكولات من التحت ومن ثانين فاق نضيفه فاق نضيفه من بعد فاق نقوم بساعدة سوف ندخل هذا البطان كاملين سوف ندخلهم التلاجة حتى يتماسك هذا الشوكولات ومن بعد تحتفظوا بهم في علبة تكون محكمة الغلق هكذا ما يبسوش البيسكويت الرابع والاخير فهو الدوشيس اللي بشوكولات والبخاليني يأتي خطير بثاف فبالنسبة المقادير سنحتاجوا فيه 60 غرام من بيض البيض 60 غرام من سكر حبيبات 30 غرام من سكر ناعم 100 غرام من بودرة اللوز 15 غرام من سبدة القليل من الملح وقطرتين تقريبا من روح اللوز هنا عندي بيض البيض تهوه في حرارة الغرفة البول اللي غنستعمل او الروبو يكون ممسوح جيدا ولا نقطة من الماء ولا الزيت ولا اي حاجة كل شي يكون منظف جيدا هكذا من الطرق يطلع عليكم بيض البيض بدون اي مشاكل هنا مضعف الكمية لان غنزين بها بلاتو واحد اخر فبالنسبة الكمية اللي اعطيت لكم اللي هي 60 غرام من بيض ما يمكنش تطلع في الروبو ما غيوصلش لفوي فا غتستعملوا فقط المضرب الكهربائي العادي مع بيض البيض ضفت شوية من الملح وحتى يطلع عندي بيض البيض تماما عاد كنضيف سكر بشوية بشوية هكذا يعطيكم احسن نتيجة من بعد كنضيف هنا شوية من سكر ناعم وشوية من بودرة اللوز وكنبقى نخلط كل ما خلطش شوية كل ما نزيد على تاني ما تبقى هكذا ما نضيفش كل شي من المرة الاولى في حل الاول اللي ضفت من الاحسن دائما نغرب شوية بشوية نخلط بحالها كده من تحت الفوق وكنحاول اي نهرس في الوسط نهزم الجوانب وكنهرس في الوسط حاولوا انكم تحافظوا على كمية الهواء اللي دخلنا كلها باش يبقى عندكم الخليط بحالها كده كيف ما كتشوفوا معايه من بعدها بخامسة مره بحالها نضيف اللوز ونضيف سكر ناعم حتى نكمل كمية كلها وغا تحصلوا على هذا الخليط هذا اللي كيكون متجانس وفي نفس الوقت كيكون نهوذ من بعد فيها الزبدة انا دوبتها من قبل وخليتها تبرد تماما داره ويتكون باردة باش ما تنزلين اشل الخليط كنضيفها وكنخلط نفس الشيء غير بشوية من تحت تحت الفوق ومن بعد صافي كيكون الخليط جاهز انكم تستعملوه مباشرة ما كنخليه شي تسنى من بعد فا اختيت هنا برقة الخبز حتى تفوق من هذا الشابلون هادو كتلقا هم كيتبا عند الناس اللي كتبها الاشياء الخاصة بالحلويات تمانو ما غاليش بزاف 30 درهم وغا تستعملوا عدة استعمالات من بعد فا عمرت هنا غير شوية ما تكتروش بزاف غا نحاول هنا نملأ الفراغات وصافي غادي ناخد واحد مجلس باتو الواحد الادات بحالة وغا تزولوا الفائد الناس اللي كتبها الاشياء الخاصة بالحلويات وغا تزولوا الفائد الناس اللي غا تزولوني اذا كان ممكن نستغنوا عليه ممكن نستغنوا عليه نهائيا لان خاص يكون عندهم كلهم نفس الارتفاع كده يتحملوه بشكل متساوي وممكن نحصلوه على هذي كلا فورم بلاء هاد شابلون هادو ونحتاجوه حتى فالشوكولة من بعد فا غا نبقى مستمره حتى نكمل هادو الكمية كلها وغادي ناخد هنا يا اللوز كونكاسي غا نعمر مزيان غادي نحط بحالك ده كمية مهمة فوق من كل وحده من بعد غا نوريكم كيفاش غا نقدوم كتاخدوا بحالك ده الصينية كتقبطوا الورق بيديكم ومن بعد فا تزولوا بحالكه وتميلوا يديكم شي شوية من جميع الجهات حتى غا تشوفوا انه تلبسوا كلهم برقائق مش رقائق باللوز اللي هاكده كونكاسي إذا شغلت لكم شي شوية هكذا الفائد فكتسوسوا بحالك وغا تعاودوا تستعملوه مرة أخرى الكمية ركت لكم كمية كبيرة لأنك يجي ورقاق من بعد فا عندي الفورم سخنه لـ 120 درجة هندخلوهم حتى ياخدوا هاد اللون هذا الذهبي فاتح ضروري جدا انها تكون 120 درجة وإلا غا يتحمروا جوانب وغا يبقى لداخل بحال الرطب وحنا محتاجين ان هاد البيسكوي يكون بقرمش كله سوف نجمع واحدة مع واحدة بالبخاليني وغادي نزيد من فوق هذا كدكو بالشوكولة من بعد فا هنا عندي 50 جرام من الشوكولاتة البيضاء تكون نوعية جيدة سوف نضيف لها 100 جرام بالنسبة لي أنا ضفت لأنه مع الشوكولة بلان إلا ما تعطيني الحلاوة اللي تكون متوازينة ممكن تضيفوا البخاليني وزيت تحت وكي الجزوين الوصفات كلهم رحا عندي على القناة سوف نحط لكم الرابط في صندوق الوصف او تقدروا تشريوه جاهز عند الناس التي تبيع الأشياء الخاصة بالحلويات طلبوا منه البخاليني وزيت او البخاليني اللي بالبندق ونزيد هنا رشة من الملح اذا ما كنتوا جزيتوها في الاول في البخاليني شريته مثلا جاهز سوف نخلطوا يكون عندي هذا الخليط لغلاقي به زوج البيسكوي من بعد فا بالنسبة للطريقة تضيفوا الجهة اللي فيها اللوز هي اللي كتكون من التحت تملقوا بحلقة كده كمية تكون مناسبة ومتكونش كثير بزيف هكذا ما يفيد لكمش ومن بعد فا تضيفوا الجهة اللي فيها اللوز هي اللي كتغطي بها بحلقة كده وكتبقى لكم الجهة اللي ليس هي اللي الفوق هنحاول فقط اني نقربكم نوريكم الكيمية ونوريكم الطريقة اكيد انتو ما غتحطو صينيا غتحطو فيها الكيمية كلها وتملقوه تبقى بغير تغطيوه على كل وحده هكذا غايجيكم اسهل انا غير باش نوريكم كنوريكم وحده بوحده من بعد فضروري جدا هذا البيسكوي هذا حساس رقيق باش بقام قرمش تغطيوه في اي مرحلة تغطيوه جيدا ما يدخلوش لهواء نهائيا غنحطوه في تلاجة مدة خمسة دقائق تقريبا او عشرة دقائق حتى يجمد هذا الشوكولات للوسط ومن بعد غنخرجوه متخليوش في تلاجة بالسف غير هكذا عشرة دقائق ومن بعد كتخرجوه باش كتزوقوه من الفوق من بعد فاكد نضفوه الشابلون جيدا وكتحطوه بحلها كده ياما ورقة من سيليكون ياما من ورق الخبز او احسن اذا عندكم البابيي كيتبع الناس اللي كتبية الاشياء الخاصة بالحلويات كيعطيوها معزوينا بالسف كتملقوا بحلها كده متكترووش بالنسبة لها الشابلون فعندوه لتحت ديالو اللي اضبطي لي مكتوبة في عيد سعيد انا ما عجبتني صراحة بغيت انه النتيجة تبقى سامبل فا استعملت غيرها كوراق من السيليكون لان الجيهة الاخرى اللي في سامبل ما عطتني نتيجة جيدة عطتني نتيجة شوية مضبابة سافية غادي نزول فائد وغادي ندخلهم تلاجة حتي برضو جيدا ومن بعد فا كنزولهم وكنزين بهم كما شفتو انا را عدبنيش شوية لانا عنديدك دريجة من الفوق لانا ما حطيتش هادك لاضبطي معه انتم المهم اذا بغيتوا هادك لفاعي تسعيد اذا بغيتوا مثلا عندكم شركة او عندكم باتيسخي فا كتطلبوا من البائع انه يكونون ديلكم الاسم ديالكم كتحطوا اللوغو ديالكم وكيخرج لكم اللوغو بحل كتشوفوه في الباتيسخي يزينوا بهم من الفوق من بعد ما كيبرد غرف تلاجة ما نحطوش نهائيا في مجمد هاكدا ما يضبوش كنزول غرب شوية هاكدا ما نهرسهمش نهائيا وصع فيه كيفما كتشوفوك يكونو خدو هاد المنظر هادا وخدشوفو شوية جبل جوانب من يكت هزوهم راكم كتاخدوه خير هادا الامارة اللي عندكم في الاول من بعد فا غادي نزول هاكدا الغطاء كنوريكم في كل مرحلة كنغطيهم جيدا هاكدا يفقهم بقرمشين ومي بردوش وهنايا خديت حتى شوكولاتة بالحليب هاكدا نزيل بلاتو بشوكولاتة سوداء وشوكولاتة بالحليب ممكن تستعملوا غير نوع واحد من الشوكولاتة ماشي مشكل حتيت شوية من شوكولاتة في هاكدا غير كيسة من البلاستيك غادي ندير هادا ماشي زيينت غير حتيت بحلاكدا شوكولاتة باش للصقبيل هادا تزيين اللي عندي بشوكولاتة من الاحسن انكم ما تضغطوش من الوسط لانا من بعد انا لقيت البصمات ديالي في الحلوة كلها حطوها كهزوغي من الجوانيب احطوهم كانت دي نهاية الحلقة كانت من انا تكون عجباتكم انكم تكونوا استفدتوا فبالنسبة لتمن البيع اذا كنتوا كتشتغلوا غير من البيوت ديالكم ما تكونش مصاريف كثيرة بحل الكراء بحل العمال بحل الضربة بزا بدي الاشياء فكتبعوا هاد البلاطو هادا 180 درهم وحسب شحال تخلات لكم ديال الحلوة بالنسبة لي انا هاد البلاطو شبيه كان تقيل فاخده مني كيلو وربع هاد الكمية اللي اعطيتكم انا في المقادير كلهم غا تخرج لكم تقريبا ما بين كيلو وستمية جوش كيلو لعرب كيلو ونص مهم بحال هكذا غا تخرج لكم غا تبيعو ديك ساعة بهالتمن اذا كان عندكم مثلا باتيسخي ولا شي حاجة فكتبعو حسب المصاريف اللي عندكم زايدين 220-250 المهم كل واحد يبيع على حسب الثمن باشتقام عليه وجودة المكونات اللي استعملها